أهلا ومرحبا بكم عزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع في هذه الحلقة من برنامج نوافذ ثقافية نحتفل باليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق الثالث عشر من فبراير من كل عام وقد دخلت الإذاعة منذ عدة سنوات قرنها الثاني كواحدة من أكثر وسائل الإعلام التي يعول عليها والأوسع استخداما في العالم وذلك في عصر تتسارع فيه عجلة الابتكارات التكنولوجية إلى حد لا يوصف وتتقادم فيه المنصات الرقمية التي سرعان ما يخفت بريقها الصاعد الوحدة تلو الأخرى وكانت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو قد أعلنت اليوم العالمي للإذاعة في عام 2011 ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 بوصفه يوما دوليا يحتفل فيه في الثالث عشر من فبراير من كل عام وقد اختارت اليونسكو لهذا العام شعار قرن من الإعلان والترفيه والتثقيف ليسترجع العالم فيه الماضي العريق للإذاعة ويلقي الضوء على حاضرها الوجيه وعلى مستقبلها الزاهر ومشاركة من إذاعة سلطنة عمان في الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة نخصص هذه الحلقة من برنامج نوافذ ثقافية عن هذه المناسبة حيث سنحاول فيها واحدا من أقدم مستمعي إذاعة سلطنة عمان وأكثر متابعيها على مدى نحو خمسين عاما ألا وهو الأستاذ محمد مصطفى مرحبا بك ستاة محمد أهلا وسهلا أستاذ سليمان أهلا بك ما شاء الله يعني حوالي قرن نصف قرن من متابعة إذاعة سلطنة عمان فقط تقريبا لكن علاقتك بالإذاعة بدأت قبل ذلك تحديدا وأنت في الصف السادس عام 1956 كما أخبرتني قبل أن ندخل في هذا الحوار صحيح؟ نعم حدثنا إذن في بداية هذا الحوار عن بداية هذه العلاقة بالإذاعة هو في الحقيقة بداية قبل أن أحدثك عن بداية علاقتي بالإذاعة لا بد أن أنتهز هذه الفرصة وأشكرك أولا أشكرك على هذه الدعوة الكريمة التي يعني تمثل لي أمرا طيبا بالنسبة لك شخصيا فقد كنت أتمنى لقاءك ومقابلتك لأنني متابع لبرامجك منذ أن بدأت وأذكر على سبيل المثال للحصر هذا البرنامج الذي نحن فيه نوافذ الثقافية وكم أبدعت وكم بدلت من جوله لدرجة أنني كنت أتسائل يا اللهم أعطيك القوة يا سليمان على هذا الجهد وهذه المتابعة لأنك تتابع بعين ثاقبة كل ما يدور حولك على مستوى السلطنة وخارج السلطنة من فعاليات ثقافية وتجعلنا نحضرها دون أن نكون في الواقع حاضرين فيها وهذا جهد أشكرك عليه فالتهنئة أيضا بعد شكرك التهنئة لكل من عمل في هذه الإزاعة الكريمة منذ بدأت وحتى اليوم فهؤلاء الذين بدأوا فيها يوم أن كانت فترة الإرسال ساعتان في شقة صغيرة في مدخل مدينة مطرح لحقت عليها أنا ما لحقت عليها لكن سمعت بها لأنني جئت بعد أن افتتحت الإزاعة بفترة أنا وقت سنة 76 كانت هذه الإزاعة الصغيرة القليلة في حجمها لكنها كبيرة لأنها أول مرة يستمع المواطن العماني لإزاعة سلطنة عمان نعم أنا عموما سنتحدث عن إزاعة سلطنة عمان لكن كنت في البداية أود أن ندخل للحوار بعلاقتك أنت بالإزاعة بشكل عام نعم وهي العلاء يعني طبعا بدأت في مصر نعم فكان لابد من التهنئة أولا والتهنئة جرتني إلى هذا لكن نعود وهذه هي سمة المحاور الزكي أن يضع الضيف على الطريق المرسوم في الحلقة وهذا عهدك شكرا لك في الحقيقة ليس عجيبا أن تكون الإزاعة شاغلي منذ صغري وأنا في الصف السادس وما قبله قليلا وما قبله قليلا لأن وقتها لم يكن لدينا شيء غير الإزاعة بعض الكتب القليلة التي نتدولها تدولها أصدقاء في الإجازة الصيفية أما الإزاعة فمعنا وكان هذا الراديو الكبير الحجم والذي يعمل ببطارية القديمة لي لكن كان هو من هلنا للمعرفة الأخبار ومعرفة وطلع على الثقافة وهكذا شددت وجذبت إلى الإذاعة على الرغم من صغر سني لوجود عمالقة من المزيعين ومقدم البرامج ولكن أن تعجب كيف أنني كنت أتابعهم لأنني كنت كان لدي هاجس منذ صغر منذ هذه السن أن أصبح مزيعا فكان كل من يسألني ماذا تريد أن تكون مستقبلا يا محمد أقول لهم أريد أن أكون مزيعا وهكذا استمرت العلاقة بالإزاعة في مصر في هذه السن الصغيرة ولم تنقطع وعندما جئت إلى عمان ليس غريبا قلت لي أنك جئت إلى عمان سنة 1976 جئت معلما معلم أي مادة أو في أي مدرسة معلم لمادة الدراسات الاجتماعية وكنت معارم من قبل الوزارة وزارة التربية والتعليم المصرية إلى وزارة التربية والتعليم في سلطانة عمان ودرست في مسقط أم خارج مسقط وبدأت التدريس في مطرح لمدة ثلاثة شهور ثم انتقلت إلى السيب مثل حفص بن راشد وبقيت فيها طول الفترة التي بقيت فيها في الوزارة في وزارة التربية والتعليم كم سنة تقريبا؟ حوالي عشر سنوات ومن بعدها انتقلت في عام 1986 يعني بلأت في العمل كمدرس في مدرسة السلطان في الحيل الجنوبية نعم والتي أظن استمرت فيها إلى التقاعد بالضبط جميل جدا إذن علاقتك بإذاعة سلطانة عمان بدأت في العام 1976 أول سنة وصلت فيها إلى مسقط أنا مجرد وصولي إلى مسقط بدأت أتساءل كيف أسمع وفعلا اشتريته الراديو صغير على الرغم كان هناك تلفزيون في سكن العزاب الذي كنا نسكنه لكن اشتريته الراديو صغير لكي يكون مرافق لي في كل حركة حتى عند النوم أنت أخبرتني أن لديك جهاز راديو في كل مكان يعني في المطبخ في البيت نعم ليس جهاز واحد فقط أكثر من جهاز لأن وجدت أن تقود الجهاز في أماكن متعددة حيث أكون في البيت يسعفني كثيرا في أن أقتنص ولو خمس دقائق التي أقضيها في هذا المكان أو أي وقت يعني لتتعجب على السرير راديو في المطبخ راديو عزك الله في الأمام راديو أطغل للرضوء أسمع وحقيقة أن أخي سليمان كان يحرز أن أحصل على أخبار جميلة جدا وسريعة وأتابع في هذه الدقائق القليلة وما هذا إلا لشغفي بمتابعة لا أقول الأخبار لا الإزاعة بصفة عامة بكل جوانبها طيب في بدايات وصولك إلى عمان في منتصف السبعينيات كنت تتابع الأخبار فقط أم تتابع برامج أيضا؟ هو لو نقول كنت أتابع الإزاعة كلها فكانت الإزاعة محدودة صحيح أو ساعتين نعم كم ساعة كانت تقريبا ساعتين بس فترة قليلة ولكن بعد ذلك الحمد لله امتدت وصارت تبث من مسقط من مسقط في فترة صباح حتى المساء ومن المساء إلى الختام من صلالة صحيح ثم اندمجت فيما بعد صحيح جميل جدا تتذكر برامج تتابعها في بدايات سماعك الإزاعة عمان هو في الحقيقة في بدايات الإزاعة كانت البرامج المعروضة قليلة وكان التركيز فقط على نشاط الأخبار وعلى برامج مستوردة كانت أيضا في برامج دعي المستوردة خلينا لا تلزمنا المستوردة الآن أنا أقول النشارات للأخبار وكان بعض استضافات لبعض المسؤولين ليوضحوا وهذا كان شأن جديد بالنسبة لنا ليوضحوا اختصاصات ويوزاراتهم واختصاصات أعمالهم وهكذا ثم بعد ذلك برامج دينية كان والقليل من البرامج المنوعة في البداية لكن بعد نموه الحمد لله في التمانينات صار هناك بقى كادر جديد من المزيعين ومن المعدين ولو أنه ليس مثل الآن الآن نحن في بحبوحة نعم ما شاء الله صحيح جميل في الثمانينيات تتذكر أيضا بعض البرامج اللي كنت تتابعها مثلا دعني أن أشذكرتك كان أشهر برنامج عندنا في إذاعة عمان في الثمانينيات برنامج البث المباشر نعم بدأ سنة أربعة وثمانين واستمر إلى الف وتسعمائة وتسعة وثمانين وكان يشرف عليه زميلنا المتقاعد حاليا الأستاذ زاهر المحروقي كنت تتابع هذا البرنامج؟ ومن لم يتابع البث المباشر ومن لم ينتظر البث المباشر وأذكر أضيف لك معلومة أنت أكيد تعلمها بس عشان أثبت أن أنا يعني كنت أعيش الحدث إن صحت المعلومة لأن أنا أعاني الآن من صعوبة التذكر أليست المعدة لهذا البرنامج هي تماظر الوهابية؟ تماظر الوهابية معدة البرنامج البث المباشر في فترته الأخيرة لأنه البرنامج البث المباشر مر بثلاث مراحل المرحلة الأولى من 84 إلى 89 ثم توقف بعد ذلك بدأ سنة 2000 عدوا وقدموا زميلنا محمد المرجيبي لحوالي عشر سنوات أظن المرحلة الأخيرة التي كانت أحد معديها زميلتنا تماظر الوهابي وكان عندها أيضا معدين آخرين كانت في الفترة الأخيرة بعد 2011 وهي المرحلة الثالثة قبل أن يتوقف ربما من ذو سنوات قليلة صحيح هو توقف في هذه الفترة أشرت إليها من أذكره أنهي تماظر طبعا لا نهضم حق السابقين وعندما نتحدث عن البث المباشر سواء في فترته الأولى أو الأخيرة لابد أن نقف أمام هذه القامة وهذا العملاق الذي أوجه له التحية من هنا الأستاذ محمد المرجبي هذا الرجل يعني أثر الإزاعة بشكل غير عادي كان بارع وكان ملهم في هذا البرنامج وأيضا له برامج كثيرة أخرى لا أذكر الاسم لكن ذات مرة كان يحدثنا عن في مصطلحات دبلوماسية وسياسية كيف الفرق بين المعاهلة والاتفاقية والتوقيع بالحروف الأولى المستمع يحتاج أنا أقدر هذا الرجل هذا من لغة الأخبار هذا البرنامج يسموه بالضبط أنا أرجوك أن تساعدني في التذكر فأحير أستاذ محمد المرجبي وأهنئه طبعا بثقة السامية مختياره مكرمة في مجلس الدولة وننتظر منه الكثير في جانب الإعلام في مجلس الدولة إن شاء الله فهذا البرنامج فعلا كما ذكرت حظيطك كان له شأنه في هذا الوقت الذي هو الآن ستوديو الظهيرة وأذكر كيف ودعت المزيعة البداعية أستاذها من المرجبي في الحرقة الأخيرة التي لم يحضر بسبب صدور قراءة تعيينه المهم فهذه من الشخصيات التي لها دور ولابد أن نعطيها حقا جميل جدا وكثير من الشخصيات أخرى حتى لا نهضم حقوق الآخرين جميل والدراما كنت تتابع دراما في إذاعة عمان سواء دراما عمانية أو غيرها بالنسبة للدراما العمانية هي في الأول في الحقيقة عندما اعتمرت على المرحوم صالح زعل صالح زعل ما زال حيا ينصد موجود نا فيه أنا والله تقصد صالح شويرد صالح شويرد الله هنا ورحا صالح شويرد أنا آسف أعطاك الله الصح يا عزيزي صالح زعل صالح شويرد وفخرية خميس وهدول كانوا يمتعون إمتاعا جيدا في الدراما العمانية الدراما الأخرى أيضا كانت إذاعة تختار أشياء مميزة ومتميزة جيدة وأنا شخصيا استفدت منها عشت اللغات الدارجة للأقطار التي جاءت منها هذه المسلسلات جميل جدا هناك أيضا في بعض البرامج في الإذاعة خصوصا في الثمانينيات والتسعينيات تعتمد على التواصل مع المستمع مباشرة يعني إذا تتذكر برنامج اسمونادي الأصدقاء يعتمد على رسائل هذه الأيام ما فيه تلفونات ما فيه مسيقات يعني مثل الآن لكن كان فيه رسائل تأتي إلى إذاعة سلطنة عمان البريد وتقرأ أسبوعيا وكانت تقدم مذيعة مصرية إذا تتذكرها تتذكر من السماء أنا أذكر اسم البرنامج وأذكر كيفية التي ذكرتها عضرتك للعمل إذن أنا أذكرك باسم المذيعة نانيس صلاح الدين هو نانيس صلاح الدين هذه من الأسماء التي لمعت في الإذاعة المصرية ما شاء الله ما شاء الله وكان لديها لزمة جميلة في ختام كل حلقة من حلقاتها بالحب نلتقي وبالحب نلتقي وبالحب نفترق أو سوري بالحب نفترق وبالحب نلتقي الأسبوع القادم أحييها فعلا أنت فعلا أنا أعتمد عليك في التذكير ما شاء الله صحيح صحيح جميل جدا اليوم أو الآن يعني ما أعرف أنا أيضا لا أود أن ننتقل إلى الفترة المعاصرة قبل أن نشبع الفترة القديمة من الأسئلة أنت يبدو لأنك أنت متابع جيد لإذاعة عمان لكن لا تتذكر عنوين البرامج بالضبط طيب لو تذكرني ببرامج أخرى بحتى بدون عنوين ربما نتساعد على ذكر العناوين كنت تتابعها يعني أو تعجبك أو أو مذيعين بعينهم غير أستاذنا محمد الماركبي أيضا مثلا هو طبعا نذكر هنا عشان نعطيه حقه من التحية أيضا الأستاذ إبراهيم اليحمدي إبراهيم اليحمدي صحيح من الرحيل الأول إليحمدي إليحمدي آه برضو كان له دور وكان رجل له حضور يعني في الإذاعة ما شاء الله وكان عنده زميل له آخر كان قارئ للنشرة اسمه إليعربي إليعربي وهو خد بالك وهذه البرامج التي تقصدها حضرتك هي تحتاج مني إلى عودة بالذاكرة ولكن الزاكرة لا تسعف إنما أنا أذكر هنا برنامج كان يقدمه المشيفري اسمه تراثيات عمانية هذا البرنامج أنا تعلمت زميلنا المتقاعد عيد بن حارب المشيفري المشيفري أنا أذكر المشيفري حقيقة هذا البرنامج أنا شخصيا تعلمت وأنا كآتي من جمهورة مصر العربية وعايش المجتمع العماني وأنت تعلم وأكيد الجميع يعلم أن من يعايش المجتمع العماني صعب عليه ألا يندمك فيه المجتمع العماني بطبيعته يجذبك للاندماج فيه طيبة الأهل وصفاء روح الناس وهذه الشهادة التي أقولها الآن كثير قبل قالوه فكان برنامج مشيفري تراثيات عمانية كان يعطيني حاجات لا أستطيع أن أصل إليها إلا عن طريق هذا البرنامج ولذلك هو توقف وأنا حزين أن أتوقف وأرجو أن يعود مرة هو طبعا ربما توقف بسبب تقاعده وله أكثر من برنامج استاذ نعيد حارب وتعاد فيه سلطانة عمان بين فترة وأخرى ما زالت تبث إلى اليوم حتى بعد يعاد بث أكثر من مرة وأنا ألاحظ هذا طبعا الزملاء يحرصون على إعادة هذه النوعية من البرامج أيضا أود أن أسألك عن ما هي نوعية أنت تفضيلاتك الشخصية نوعية البرامج التي تحب الاستماع إليها برامج دينية برامج ثقافية برامج تراثية أم أنك تستمع إلى كل ما يصل إلى أذنك عبر المذيع الإجابة الأخيرة الإجابة الأخيرة إن عاشق الإزاعة وهويها لا يمل مما تقول الإزاعة إلا إذا كان هناك شيء أفوا يعني يعني خفيف ما متعوب عليه وهذا قليل أو نادر ما فيش عندنا المرنامج الذي بهذا الوصف بالتالي أستمع وأتابع الكل كل ما أنا في الفترة الأخيرة الحالية أستطيع أن أتذكر أكثر فإليك شوف يا أخي سليمان الإزاعة في نظري هي المرآة العاكسة لحالة المجتمع الحالة الثقافية للمجتمع ولما بقول ثقافية كلمة ثقافية وأنت أحد رواد الثقافة في عمان تشمل حياة الإنسان ككل صحيح كلمة ثقافية ما ثقافية يقول لك ثقافة الشعب الشعب العماني هو ثقافة معينة الشعب المصري هو ثقافة معينة كده يعني فثقافة دي كلمة شاملة وجامعة ومانعة صحيح ف الإذاعة هي مرآة لشعبها وبالتالي الشعب عاوز يسمع وعاوز يشوف في الإذاعة يسمع من الإذاعة بتاعته كل ما يتعلق بالجوانب حياته ولذلك كان النهاردة في هذا العصر بقى المتقد على فكرة الإذاعة العمانية مرت بمراحل مراحل بارزة ومحددة وأدعو أدعو أحد أبنائنا أحد أبنائنا الذين يدرسون الإعلام في سلطنعة عمان أن يخوضوا غمار هذه التجربة الجميلة وأن يدخلوا في دراسة الإذاعة العمانية ومراحلها يمكن أن يسجد فيها رسالة صحيح هناك بعض رسائل ماجستير أظن قدمت حول إذاعة عمان لكن لا أتذكر عنوينها بالضبط ولكن فيه مثلا زميلة فاطمة اللواتي حتى الزميلة أمل السعيدي رسالة الماجستير أيضا كانت في البرامج الثقافية عن برامج صالح العامري نموذجا تتابع برامج صالح العامري هذا هواء الكتابة هواء فيه هواء الكتابة نعم ولهجته الجميلة ما هو سلمان المعمري وأختنا الدكتورة مونة هم دول أعملة مونة حبراص نعم آه الدكتورة مونة حبراص السليمية السليمية أيوة دول أنا في رأيي ثلاثة أعملة هامة جدا في البناء الثقافي في سلطانة عمان في إزاع سلطانة عمان وتلفزيون سلطانة عمان ما شاء الله عليهم وكل منهم أحسن من التاني شكرا شكرا كما يقولون أود أيضا أن أسألك عن برامج اليوم أنت ذكر طبعا بعضها على مدار حياتك كامل أستاذ محمد هل هناك سواء في مصر أو في عمان في برنامج معين كنت تحرص دائما على الاستماع إليه أو تتمنى أن يكون موجودا إن لم يكن موجودا في مصر أو في عمان في مصر أو في عمان نبدأ بمصر في مصر حقيقة لا أنسى المزيعة المتميزة الله أعلم إذا جيت حية فنقدم لها التحية أو توفيت فنترحم عليها سمي صادق كانت تقدم برنامج حول سرة البيضاء و جميل رحم الله ماتت من قبل عدة سنوات أي وأمال فهمي على النصية كان برنامج شاع الكل ينتظره مشهور صحي و ظل سنوات طويلة جدا إلى فترات قريبة يعني نعم و كثير من البرامج ولكن على رأس البرامج التي لا أنساها إطلاقا في إذاعة سلطانة عمان برنامج اسمه وأتمنى أن أراه هنا وعليك هذا في إذاعة سلطانة عمان أم في الإذاعة المصرية في الإذاعة المصرية اسمه زيارة إلى مكتبة فلان فلان دي بقى مفتوحة النهاردة مع الدكتور فلان النهاردة مع الأستاذ فلان لنادي صالح الله ينور عليك نادي صالح مزيعة متميزة تخيل الأستاذ سليمان أنا لا أسكر كان ساعة أو ساعتين لنفرض أنه ساعة كباقي البرامج إنما أنت كنت تجلس وكأنك خرقت من الساعة بأنك قرأت عشر كتب صحيح بالضبط بها بتختار ضروف على الفرازة كما نقول وكتب والضيف يختار الكتب فكنت أنت كمستمع تطلع بثروة جيدة جدا نعم على ذكر هذا الزيارة إلى مكتبة فلان زميلتنا أيضا أمل السعيدي قدمت هذه الفكرة مؤخرا لقناة عمان الثقافية لتقديمها كبرنامج تلفزيوني لا أدري إن كانت الآن في طور تجهيز هذه الحلقات أم لا يعني إلى أين وصل المشروع لكن بالضبط كانت هذه فكرة أيضا اللقاء بمثقف ماء داخل مكتبته ومحاورته نفس الفكرة نعم أنا عفوا أنا ما سمعتش بهذا إلا أن أنا أتوقع أنك هتسأل سؤال أنا هجوه قبل أن تسأله وهو موقف الإزاعة في الخضم الهائل الذي يحيط بها من وسائل إعلام أخرى ولزيك هنا أجد مناسبة أن أنا أقول أنا لا أستمع لأ أشاهر التلفزيون كثيرا صحيح تعرف أنت في سننا دا حركتنا يدو بالمسجد للبيت فأفضل أن يكون الوقت أنا مشغول فيه الرديو جنبي شغال وأنا سامع يعني هي ميزة الإزاعة كده عن وليه الإزاعة لم تنهار أمام كل هذه الوسائل لأن فيها ميزة لا تتوفر لا تتوفر لباقي الوسائل الأخرى وهي أنك تسوق السيارة وأنت تسمع تفعل شيء عفوا تأكل وأنت تسمع صحيح فهذه ميزة الإزاعة والتي أبقتها وهذا الصد القوي الذي حمل إزاعة فعشان كده أنا ما سمعت في التلفزيون عن هذا البرنامج هو ما زال مجرد فكرة لا أدري إن كان بث أم لا أيضا أود أن أسألك عن بما أنك ذكرت الإزاعة وقبل قليل قلت أنها هي مرآة المجتمع طبعا نحن نعلم أنه في الأنواق المناخية التي جاءت إلى عمان أو أصابت عمان في فترات متباعدة خصوصا إعصار جونو يعني كانت الإذاعة هي وسيلة الإعلام الأكثر متابعة في هذا الوقت بسبب كونها سهلة الاستماع من خلال جهاز راديو بسيط وبطارية أو من خلال السيارة تشغل سيارتك عكس تلفزيون الذي يحتاج إلى كهرباء ويحتاج إلى ديش لم تكن متوفرة في ذلك الوقت في فترات هذه الأعصار سواء جونو أو ماتلاه هل كنت موجودا في عمان؟ طبعا أنا موجود في عمان من أول أنا عايشت أول إعصار كان سنة 81 وكان في شهر مايو واحد وتمانين وكنت أول مرة هل تقصد إعصار مصيرة؟ أترك أعصار سلبية كثيرة جدا لا لا أنا أسألك هل تقصد إعصار مصيرة؟ لا لا غير إعصار مصيرة هنا معانا هنا في منطقتنا يعني أنا عايشت من أول قطرة من أول قطرة ماء نزلت إلى أن أصبحت الشوارع وأصبحت المنطقة والحارة التي عاش فيها في مواجهات خطر شديد أديك مثال بسيط على وإحنا بعد ما هدئت الحال وبدأنا نمشي على الطريق وجدت عند مصنع زين ما الألبان كل محتوية المصنع وأجوابه في الطريق من هذا المكان المصنع إلى الخليج والسيارات داخل البحر وحاجات فطبعا كان أول عهدنا بالأعصير الحقيقة وكل الأعصير فيما بعد عايشناها أما بالنسبة للجونو بالنسبة للجونو بالذات أنا أذكر مراسل للإذاعة العمانية ما أذكر اسمه في سعيد في حاجة لكن هذا الرجل كان في صور ووقف بشجاعة ينقل لنا الأحداث وهو يتعرض لأمخاطر كثيرة جدا ونحن كنا نشعر بذلك ونحن نستمع إليه ولذلك بعد هدوء العاصفة وبعد هدوء الإعصار وقامت بزارة الإعلام مشهورة بتكريم الذين يعني أبلوا بلاء حسنا فكان هو من أول الذين كرموا في هذه المناسبة جميل جدا شعار اليوم العالمي للإذاعة لهذا العام الفين واربعة وعشرين قرن من الإعلام والترفيه والتثقيف إلى أي مدى تتوفر هذه العناصر الثلاثة في إذاعاتنا العربية بشكل عام وإذاعاتنا العمانية بشكل أخص خلينا أتكلم مع حضرتك عن الإذاعة العمانية لأنني أنا أصدقك القول لما لا أستمع إلى كثير من الإذاعات العربية الوقت لا يسعفني فيكفي أن أنا أغطي بس الإذاعة العمانية وبالنسبة لهذا الثلاث اللي هو الإعلام الترفيه التثقيف فدعني أعيد الترتيب إذا سمح لي منظم اليوم العالمي تبدأ بما؟ أه أبدأ بالتثقيف أبدأ بالتثقيف وفي ترجمة أخرى التعليم أيضا التثقيف التثقيف عفوا أعام أعام من التعليم لأنني قد أجد مثقفا غير متعلق وهذا عندي أفضل من المتعلم غير المثقف يعني شوفي كيف فدعني أرتب التثقيف نعم فالإعلام فالترفيه أيوة لأن تثقيف كلمة شاملة عامة نعلمين فبالنسبة للإذاعة العمانية الحقيقة بقى دي هنتكلم بقى في محور الفترة حالية ولما نقول الحالية من ألفين وانت جاي 24 سنة مش قليلة صحيح فاللهم صلى على النبي عليه الصلاة عندنا في مجال التثقيف زي ما قلت لك الحمد لله الجرعة ما أقول كافية لكن أقول موجودة وبارزة وتقول ها أنا ذا زي ما حكيت لك ثلاثة الأعمدة اللي حكيتهم حضرتك ودكتورة مونة وصالح العامري لخ صالح العامري هناك كثير يشتغلون في البنامج الثقافية ليس فقط هذه الأسماء الثلاثة طيب طيب أنا جاي أنا جاي لك وهنا لما اعتبر البرنامج وانت هتقول لي اسمه بأول مزيعة البرنامج اللي بيناقشه رائع جدا يستضيف ضيوف آآ متخصصين في علم النفس الطفل آآ وخدمانك هذه زميلتنا آآ فاطمة الإسماعيلي فاطمة الإسماعيلي ما شاء الله عليها أنا أنا كمعلم بقى لما بسمع البرنامج ده هو ده تسقيفي صح زي ما أنا حضرتك قلت لما بسمع البرنامج ده بقى كون سعيد جدا لأنه بيعطي آآ يعني كم كافي جدا لأولياء الأمر في البيوت اللي اسمعوهم آآ من التوجهات والنصائح والعلم الذي يساعدهم في إدارة شؤون أبنائهم في مراحلهم بالطفولة والشباب والمراهقة وهيسا والمراهقة والشباب وهكذا فأهو على ذكر الكلام أنت تذكرني وفيه على فكرة كمان فيه برامج أخرى من هذا النوع كأنك قلت لي قبل أن أدخل في الحوار أيضا أنك تابعت شيئا من برنامج صوت العمارة أيوة المهندس علي اللواتي نعم طب بالله عليك أنا هعرف أنا رجل في تخصص التعليم والتربية أسمع كلام جميل جدا ده آخر حلقة عملها وكان مستضيف مهندسة من السعودية وكان بتكلم عن الفندقة والفنادق شيء جميل جدا وما قبل وعلى فكرة المهندس علي رائع نعم ومخرج هذا البرنامج هو أيضا مخرج برنامج نوافذ ثقافية حمد الوردي لذلك هو سعيد لما أنت تتحدث حمد الوردي ده أنا ده أنا كل برامج الجميلة اللي بسمعها حمد الوردي حمد الوردي وزي ما ذكرت منتدى منتدى الاقتصادي نعم أنت ذكرت له قبل أن ندخل في الحوار أنك تتابع أيضا هذا البرنامج متأرام دكتور الخبير أحمد بشوب ما أحمد بشوب نعم وضيوف أشوف يا أخي سليمان أنا أقول لك شيء وأنت تعلمه قبل أن أقوله أن أقوله الضيف مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الخبرة وتأتي به لكي يتكلم إلى الناس في حوار ويفيدهم إن لم يكن المحاور اللي هو حضرتك في مجال الموزيع اللي لم يكن المحاور محاورا كما يجب أن يكون المحاور النابه الزكي الذي يغوص في أعماق الضيف ليخرج فتلاقي الضيف قاعد وإحنا قاعد وإحنا خرج وإحنا مشينا ما استفدنا الشيء فالمحرك مين المحاور طبعا أنت المحاور المحاور بشكل عام المحاور بشكل عام وأنت أحدهم زين فمن هنا بقى أقول أنه الخبير الإقتصادي أحمد بشهوب والمهندس علي اللواتية واختيارهم لضيوفهم والعلم اللي عندهم الراجل ده علم اقتصاد والرجل ده علم في مجال الهندسة والعمارة فبيطلعوا أخذ بالك أنا أشوف مثلا الدكتورة فن العرمي صحيح طبيبة رائعة أنا مطابع برنامجها منذ أن كان وليدا صحيح أما أشوف النهاردة وأنا رجل يعني لا أدعي أن أنا يعني أقدر أقولك أنا بأعر لا جلسة الدكتورة فن العرمية النهاردة في برنامجها وعلى كرسيها كمحاورة لأساتذة في الطب تستضيفهم في الطب أقول وأقول أنها طورت البرنامج بشكل جاي رائع جدا وهي أيضا تطورت مع البرنامج والبرنامج يفيد كثيرا في حال الاستماع إليه ولا ننسى لها أنها بعد أن تنتهي من البرنامج تكون قد صلت على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشر مرات عليه السلام ما شاء الله صحيح وحيي الدكتورة فن العرمية هذه بعض مننا لازماتها أي طبعا ما شاء الله عليه جميل طيب لو أتيح لك أن تكون معدا لبرنامج إذاعي أنت الذي تعده أستاذ محمد ما هو هذا البرنامج هو البرنامج الإذاعي وأتمنى يريت يريت كنت حققت أمنية دفينة ماتت منذ ستين سبعين عام وأن أكون مزيع يعني أنت أتمنى أن تعده وتقدمه طبعا المزيع ده يعني المزيع برضو هعرج على المزيع شوية قبل ما يخش للبرنامج المزيع زي المحامي الاتنين دون شخصيتين عملين مهنتين لابد أن الذي يقوم به ما يكون على قدر واسع من الثقافة لأنك أنت كمزيع بتتعرض لأنك تحاور كافة الأنماط من الضيوف فلابد أن تكون على مستوى ثقافي يتماشى مع هذه النوعيات المتعددة المحامي نفس الشيء المحامي يترافع في قضية وكان القضية فيها شؤون طبية وشؤون وشؤون أخرى لا يبد أن يكون هو على دراية أيضا بهذه الشؤون حتى يتقن العمل نرجع للبرنامج كنت أتمنى أن يكون برنامجا يتصل بالجغرافية بالجغرافية أي جغرافية بالضبط الجغرافية بكافة فروعها أنت تعرف كويس أن أنت أقول كده نعم ده جغرافية طبيعية جغرافية البشرية وقت بقى هذا الجغرافية الجغرافية السياسية موقع المنطقة يعني يتناول هذا الأمر لأن ده شوية أشوفه غايب شوية عن الساحة ولما المعد بقى يتقن أو يبقى يعني زكي في الإحاطة هيعطينا معلومات جيدة جدا ويفيد المستمع بشكل جيد هذا هو البرنامج نعم الوقت يعني يمضي سريعا أستاذ محمد دعني أسألك سؤال الأخير أنت طبعا طوال هذه الحلقة وأنت تشيد بالبرامج التي تابعتها في إذاعة عمان القديمة والحديثة لكن أنا أيضا أود أن أسألك إن كان لديك نقد أو ملاحظات على ما تقدمه الإذاعة اليوم وما هي إن وجدت هذه الملاحظات كنا حضرتك قررت الانتهاء في البرنامج قبل أن قبل أن أناقش معك النقد أو الملاحظات أنا عندي هنا بعض حولت أجمع قبل أن أأتي إليك حتى نعطيهم حقهم لو سمحتيني هل في فرصة من هم هذا يعني مثلا أنا عندي مثلا في مجال اللغة العربية أشير جدا بابننا بدر الشيباني وبرنامجه شيء من اللغة جميل رائع رائع جدا وشيد إذا لم تجي عندما سألتك عن البرامج التي تستمع إليها حاليا كذا ما هو وإنت هي مكتوبة أمامك حكم 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 السن الشباب بقى تحت الثمانين عندي هنا مثلا في برامج في الثقافة والأدب أنتم طبعا ذكرتكم أنتم الثلاثة النوافذ والمشهد وهواء الكتابة عندي برامج تفاعلية صباح الخير يا بلادي ده كلام الناس بتبدأ به وعلى فكرة أن يصديف البرنامج من يحتك بحياة المواطن أمر جيد جدا يا بلاك البقى كيف كنت أنهي البرنامج معك ولم أتكلم عن فتحية الخنبشية لا أنا أتمنى أن أراها قبل أن أهدر الإزاعة هذه السمحة قريبة وهي قريبة قريبة عهد بالإزاعة صحيح برنامج بانوراما ومعها زميلها ناصر ياسر الهنائي ياسر أيها ياسر صح أنا صوت وتقديم فتحية يعني يجعلك لا تعرف متى بدأت وتحزن إذا انتهت مع ليش اسمح لي أنا أبعبر جميل يعني مسموح مسموح لك أن تعبر أيها أنا عارف أنها بتزيع البانوراما الساعة خمسة ويمكن تجي من خمسة إلى السبع ويمكن تجي بدر شوية عشان تعد أو خلافه لكن أتمنى أن أكون موجودة هنا وأراها قبل أن أغادر يعني نعم زميلتنا فتحية هي متعاونة مع الإذاعة هي تعمل في وزارة أخرى أظن وزارة التراث يعني لكنها يوميا متعاملة معنا في هذا البرنامج برنامج بانوراما وتعاملة أيضا في برنامج آخر اسم التوازن أيوة نعم يا سلام على البرنامج ده يا سليم أن توازن ده في غير تروع من معد البرنامج التوازن والله رائع 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 هذا المعد هذا البرنامج يا زميلتنا التماظر الوحابية أيوة أيوة شفت كيف رائع وفيه كمان نقطة نقطة لسه سامعوا النهاردة اللي أنا جاي نقطة نقطة تحول لزميلتنا نايلة لبلوشي أيوة وهذه الفطمة الإسماعيلية واللواتيال اللي أنت قلت عليها مشوية برضو بيعملوا برامج جميلة يعني الإذاعة النهاردة يا سليم لما أنت تستعرض خارطتها وصفحتها أمامك كده أنا أقول يعني أنها تغطي نسبة كبيرة جدا نسبة تصل إلى 95% من حياة المواطن في كاف في تحتياجاته أعود مرة تانية اتكلمني عن صحاتنا والعمارة أنا كاتبه كلام ده هنا تصور كله صحاتنا والعمارة وأحمد بشوب وأحمد كشوب بالكاف كشوب آه كشوب آه عشان يبقى يوضحها بقى شوية في التلفية ولو أن أنا يمكن يسمع هو اللي عندي ما تأثر بالسن آه الدكتوران الدكتور سعيد الحجري والدكتور آه سالم البلوشي آه أعطي أنت تقصد هلال بن سعيد الحجري هلال هلال هايوة هايوة آه والدكتور سالم البلوشي صح؟ صحيح هذه هذه العظمة التي يقدمانها العظمة أنت عاوز إذاعة فيها فيها مثل ما ذكرت معك الآن ونقول أنها لم ونقول أنها لم تتطور أنها قفزت مش تطور تطور لا أنها قفزت إذاعة العمانية بهذا وانت قلت أنا كاتبها تغطية الظروف المناخية والأنواة أنت كلمت معاه فيها تعالي على نقطة تانية برنامج الشرطة والعين السهيرة والدفاع والإدعاء العام واخد بالك ما شاء الله يعني متابع الإذاعة كامل وحوار مع باحث ده كفاية وحوار مع باحث صحيح لزميلنا راشد السعدي نعم أيوة وبعدين عندي بقى المرامج الاجتماعية زي مع أيضا هذا حوار مع باحث مع زميلنا المخرج خال حمد الورد نتقول لك هو ماسك الحاجات هو ماسك الأماكن الدسمة وبعدين معانا هنا في البنامج الاجتماعية فيه للطفل وفيه التعامل مع الشباب موجود تعالي بقى على السياسية والاقصادية أريد جرعة إضافية السياسية فيه النشط الأخبار لما تخلص ويقوم جاء يجيلي على الخبر اللي هو البارس واللي هو يشغل المستمع ويجيب لي واحد مختص يحاوله خمس دقائق كانت الإذاعة تتباه هذا في الزمان في الثمانينية نعم صحيح فالجرعة الإقتصادية والسياسية مطلوبة جميل إذن هذه ملاحظتك أنه تتمنى زيادة جرعة البرامج السياسية والاقتصادية أيوه جميل قبل أن أختم دع النقد بقى اللي أنت قدت النقدة أو ملاحظة أيوه هذه هي الملاحظة لا لا دي إضافتنا جايبة عشان كنا نتكلم فيها وإنت نقشت معظمها جميل إذن ما هي الملاحظة أو النقد؟ كلمة ملاحظة أخفش ونقدة ما فيش إن شاء الله نقد وإذا كان فيبقى نقد بنا غنزين أو ملاحظة على جانب أنا لما أقول الحين أن الإزاعة قفزت ما لا تطورت قفزت فإذا ما فيش نقد مش صح؟ أنا الملاحظة اللي عندي وأنا طلبتها قبل ذلك في إذاعة القرآن الكريم نعم أتمنى أن المزيع اللي جالس يربط بين التلاوات والبرامج عندما يقدم تلاوة هو الحين يقدم اسم القارئ كان قبل ذلك لا يقدم اسم القارئ ولا يقدم اسم الصورة نعم فأنا طلبت أحد الأصدقاء في الإزاعة العمانية إزاعة القرآن الكريم وقلت له فبعد فترة طويلة الاستجابة كانت أن يقول اسم القارئ طب يا أخي أنا عاوز المستمع لإزاعة القرآن الكريم وهم كثر بالمناسبة وهم كثر وخاصة متقاعدين زي حالاتي جدا عاوز يعرف الآية دي في أي صورة وانت لما كل مرة تقول له صورة كذا صورة كذا هيعرف الآيات دي فيين ويعرف الصور إنما أنا قاعد أسمع الشيخ القارئ يعني وهو يقرأ وأنا لا أعلم أي صورة يقرأ وكننا لسنا حفاظ للقرآن الكريم إلا من رحم ربي طبعا يحظهم يعني فعليهم بس أن يضيفوا اسم الصورة عند تقديم التلاوة مع اسم القارئ نعم إن شاء الله هذه الملاحظة سوف تكون متابعة من زملاء في إذاعة القرآن الكريم وأحييهم وتحييتك واصلة وتحييتك وصلت للجميع وأنا سعت بالحوار معك الأستاذ محمد مصطفى أقدم مستمد أنا نقول إذاعة سلطنة عمان يستمع إليها من 48 عاما أي نحو 50 عاما منذ قدومه إلى عمان عام 1976 إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نواف الثقافية والتي كانت حلقة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة وحاورنا فيها الأستاذ محمد مصطفى أحد أبرز وأكثر متابعي ومستمعي إذاعة سلطنة عمان على مدى نحو 50 عاما حتى نلتقي في حلقة مقبلة هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات حمد الوردي في الأخراج الإذاعي ونضال الهطالي في الأخراج المرئي ترجمة نانسي قنقر